أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنظر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم غدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش ثم استوى على الأرش يدبر الأمر فما من شفيع إلا من بعد إذنه ظالكم الله ربكم ظالكم الله ربكم فاعبدوه وفلا تذكرون إليه مرجعكم جميع وعد الله حقاً إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا ليجزي الذين آمنوا وأملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وأذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس زياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا ودد السنين والحساب ما خلق الله ظالك إلا بالحق ظالك إلا بالحق يفسل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورزوا بالهياة الدنيا واتمعنوا بها والذين هم أن آياتنا قافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتهيتهم فيها سلاما وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وَلَوْ يُعَجْلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ استِعِجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُزِيَ إِلَيْهِ مَجَلُونَ فَنَظَرَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَوْنَا فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَكُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الزُّرُّ دِعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَائِدَنَا قَائِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ زُّرَّهُ مَرَّ كَعَلَّمْ يَدْعُنَا إِلَى زُرٍ لم يدعنا إلى زر مسوا كذلك زين للمصرفين ما كانوا يعملون ولقد أخلكنا القرون من قبلكم لما زلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجز القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدلغ قل ما يكون لي أن أبدل له من تلقاء نفسي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوْحَى إِلَيَّ إِنِّي يَخَافُ إِنَسَيْتُ رَبِّي عَزَابَ يَوْمٍ أَزِيمٍ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُوا عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَمِسْتُوا فِيكُمْ عُمْرًا مِّنْ غَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَمَنْ أَزْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ وَيَعَبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَذُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَأُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا أُولَئِ شُفَعَانِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهِ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَابَاتِ وَلَا فِي الْأَرْزِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمَّا يُشْرِكُونَ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً رَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا لَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَغُذِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةً آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّ مَا الْقَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَزِرُ إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَزِرِينَ وَإِذَا عَزَقْنَ النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعَدِ زَرَّاءَ مَسَّتْخُمِ ذَالَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَءُ مَكْرًا إِنَّ رَسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح تيبة وفرحوا وفرحوا بها جاءتها ريح آسف آسف وجاءهم الموج من كل مكان وزنوا أنهم أحيت وزنوا أنهم أحيت بهم دعا والله مخلسين له الدين لئن أنجيتنا من عازه لنكونن من الشاكرين فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْقُونَ فِي الْأَرَذِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُوَا الْنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمَ لَا أَنْفُسِكُمْ مَتَعَى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعَامَلُونَ إِنَّمَا مَسَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا عِنَنْزَلْنَاهُ فِمِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَتَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْزِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْآمُ عَتَّى إِذَا أَخْذَتِ الْأَرْزُ زُخْرُفًا وَزَّيَّنَتْ وَزَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيَّا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجْعَلْنَاهَا خَسِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَى بِالْأَمْسِكِ ذَلِكَ نُفَسِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرحق وجوههم قتر ولا زلة أولئك أسحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترعقهم ذلة ما لهم من الله من عاسم كأنما أغشيت وجوههم قتعاً من الليل مظلماً أولئك أسحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم وقال شركاؤكم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيداً بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لقافلين هناك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وذل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والعبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل عفلا تتقون فضالكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الظلال فأنا تصرفون كذلك أقد كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيدوا قل الله يبدأ الخلق ثم يعيدوا فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق فمن يهدي إلى الحق أهق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تهكمون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي إلى الحق أهق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تهكمون وما يهدي إلى الحق أمن لا يهدي إلى الحق الأن إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تستيخ الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه أقل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استتعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحييت بعلمه ولما يأتم تعذيله كذلك كذب الذين من قبل فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم أملكم أنتم بريئون مما عمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك فأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوما يحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين عدوا أو نتوفينك فعلينا مرجعهم صم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم غزي بينهم بالغسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي زرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة نجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساءة ولا يستقدمون قل أريت منتاكم عذابوا بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أصم إذا ما وقع آمنتم به ألعان وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين زلموا زوق عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبعونك أحق وقل إي وربي إنه لحق وما كان أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس زلمت ما في العرز لفتدت به وسر الندامة لما رعب العذاب مقزي بينهم بالغسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرز ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعزة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفزل الله وبرحمتي فبذلك فليفرحوه وخير مما يجمعون قل أريتم ما أنزل الله لكم من رزق فاجعلتم منه حراما وهلالا قل الله أزن لكم أم على الله يفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتل منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيزون فيه وما يعذب أن ربك من مسقال زر مسقال زر في الأرض ولا في السماء ولا أسخر من ظالك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحذنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ظالك هو الفوز العزيم ولا يحذنك قوله من الإزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الزن وإنهم إلا يخرسون هو الذي جعل لكم الليل لتسكن فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه والغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلخون مطاء في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نزيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتلوا عليهم نبآ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله تبكلت فأجمع أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم قمة ثم قزوا إلي ولا تنذرون فإن تبليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأقرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاغبة المنذرين ثم بأسنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاؤوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا بي ليؤمنوا بما كذبوا بي من قبل كذلك نتبعوا على قلوب المعتدين ثم بأسنا من بعدهم موسى بارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى تقولون للحق لما جاءكم سحر هذا ولا يفلح الصاحرون قال وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا لي آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون أتوني بكل ساحر وعليم فلما جاء السهرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم بالسحر إن الله سيبتله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويهق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا زرية من قومه على خوف من الفرعون وملئه ما يفتنه وإن فرعون لعال في العرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا ولله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة تلق للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوهينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكم بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم غبلة واقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملاءه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليزل عن سبيلك ربنا اتمس على عموالهم واجتنا لغلوبهم فلا يؤمن وأتى يرى والعذاب العليم قال قد أجيبت أجيبت جعبتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيواء وأدوا حتى إذا دركوا القرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين قال آل آن بقد سيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لقافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من التيبات فما اختلف حتى جاءهم الإلم إن ربك يغزي بينهم يوم القيامة إن ربك يغزي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسعل الذين يغرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين قض عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية نتايرب العذاب العليم ولولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمان وإلا غوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في العرز كلهم جميعا فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفسنا تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظر ماذا في السماوات والعرز وما تغني الآيات والنظر عن قوم لا يؤمنون قل انظر ماذا في السماوات والعرز وما تغني الآيات والنظر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسولنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا عبدوا الذين تعبدون من دون الله ولكن عبدوا الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأنغم وجاك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يزرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بزر فلا كاشف له إلا هو وبإن يردك بخير فلا رات لفزله يسيب به من يشاء من إباده ووالغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يحدي يهتدي لنفسه ومن زل فإنما يزل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واسبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله الولي العزيم